وفي ذات السياق سيمة الأخ جريس خليفة شماساً إنجلياً على اسم القديس إغناطيوس وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس في كاتدرائية البشارة العبدالي عاون سيادته في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور عائلة الشماس وجمع من المؤمنين وفي عدة القداس خاطب المطران خريستوفوروس الشماس الجديدة قائلاً الخدمة الكهنوتية عظيمة جداً والشماسية مرحلة هامة أيضاً أدعوك لتتعلم الطاعة والمحبة والثقة بالمسيح يسوع الذي نحن بدونه لا شيء وبعد الاحتفال توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة لتقديم التهنئة للشماس إغناطيوس يا ابني زي ما ذكرت من الآباء القديسين الخدمة الكهنوتية هي عظيمة والشموسية الدرجة الأولى من الدرجات الكهنوتية مهمة لأنه فيها لازم ترسخ يا ابني الكثير من الخدم اللي ترجي في قلبك وفكرك وذهنك ومن جهة تانية عليك أنك ترسخ فضائل روحية وأهمها التواضع والطاعة في قلبك التواضع والطاعة الآتي من الخدمة يا ابني هون وإنت شماس رح تتعلم التواضع هذا التواضع اللي رح يعطيك محبة أكثر للمسيح وهاي المحبة رح تولد شكر إله وهذا الشكر رح يولد ثقة فيه يا ابني ما تنسى هاي الكلمات الثقة بصلاح الله في حياتك الكهنوتية عمرك ما تخاف من إشي بحياتك الكهنوتية موسيقى